السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كتاب الليدي آن بلينت السيرة الذاتية طباعة دار برزان للنشر ويتكلم عن المستشرقة البريطانية أو العميلة الاستقباراتية الليدي آن بلينت وزوجها أثناء زيارتهم إلى حائل مرورا بالجوف والنفوذ الكبير ببانا حكم الأمير محمد بن عبدالله الرشيد على نجد ووصفوه بأجمل وصف ووصفوا حائل وقبيلة شمر وتلك الديار وكتبوا عنها مذكراتهم في كتابهم الموسوم حج إلى نجد هنا تصف الأمير محمد بن عبدالله الرشيد وقوة شخصية وهيبة ومدى اتساء حكمه تقول كان محمد بن رشيد قد أصبح الآن سيد البلاد العربية حتى عسير وحلب ودمشق والبصرة كان حكمه بدون رحمة بالرغم من أنه لم يكن عسكريا متحمزا تاركا هذه الأمور على عاتق عبيد خلال حياته تقصد عمه الأمير عبيد بن رشيد أيضا تصف الأمير محمد بن رشيد تقول أن له وجه نحيلا وطويلا مثقلا بالهموم والتجعيد وكان يذكرها بريتشارد الثالث بولع الفضل الزينة وكان يرتدي الحرير والذهب ويلف رأسه بعقال نصفه من الذهب ويحمل سيفا من الذهب مرصعا بالجواهر سلاح جميل وتوجه إلى صارة القصر العظيم لتناول وجبة من التمر مغموسة مع الخبز اليابس في الزبدة السائدة بعدها وعبر حديقة تشاهد فيها الفهود والضباء والغزلال لتصل إلى ساحة مزدحمة بالأفراس على أحبة الاستعداد خلال اللحظات الانطلاق إلى الحرب سألهما أبو الرشيد هل إذا ما كان مهتمين بالجياد طبعا تتكلم كلام كثير لكن هنا تصف الحراس الحجاج وهم بطريقهم من العراق وإيران إلى المشاعر المقدسة تقدر تقول كان المشهد التالي وقع إيجابي عليهم شاهدت حوالي 800 جنديا ببزات جميلة يصطفون حول الساعة طبعا هذا هو حراس الحجاج طبعا الليديان بلينت وزوجه هو الفرد زار وحائل عام 1879 ميلادي الموافق 1296 هجري سأذكر عشر صفات وصفتها وتميزت بها حائل والمنطقة الشمالية ذكرتها في مذكراتها الأولى تقول أن عظمة بن سعود والسلفيين الآن شيء يتعلق بالماضي ومحمد بن رشيد هو أقوى حاكم في جزيرة العرب ثانيا أننا نسمع تقريرا ساحرا عن نجد على الأقل عن الجزء الشمالي منه يمكنك أن تسافر في أي مكان من الجوف إلى القصيم بدون حراسة أن الطرق آمنة في كل مكان ثالثا جبه من أغرب الأماكن في العالم ومن أجملها أنها أحدى مباهج النفوذ رابعا صرح والفرد طبعا هذا الزوج الليدي أني بلنت أنه سيموت سعيدا الآن حتى لو قطعت رؤوسنا في حائل وأنها لقاعدة مضطردة ومفضلة لديه أن كل مكان هو مثل أي مكان آخر تماما إلا جبل شمر فلا شيء يشبهه على الأقل فيما شاهدت في هذا العالم خامسا لن أنسى الانطباع الذي أخذني حين دخلت المدينة من نظافة الجدران والشوارع الخارقة العادة والذي يكاد يعطي جوا خياليا سادسا كانت قدور القصر وأوانيه طبعا تتكلم عن قصر برزان كانت قدور القصر وأوانيه هائلة هناك سبعة قدور يتسع كل منهما لثلاثة جمال وعدد منها كانت في حالة استعمال يعني يطبخون فيها وقت وصولهم إذ يستقبل برشيد يوميا ما لا يقل عن ميتين ضيف وقائمة الطعام اليومي أربعين خروفا أو سبع جمال وكل غريب في حال له محله على مائدة برشيد سابعا لقد وجدنا في حال لعبة التليفونات يلعبها العبيد في القصر ممليك برشيد تكسد وقد كانت في العام الماضي بدعة جديدة في أوروبا وهو أمر فريد أن تجد اختراعا حديثا كهذا قد وصل إلى حائل طبعا هذه ذكرتها من أوائل حائلية التليفونات أو التليفون دخل جزيرة عربية هو تليفون بداية ثامنا أن الدستور السياسي لجبل شمر عجيب للغاية ليس فقط من حيث أنه غير مألوف لنا في أوروبا بل ربما كان فريدا حتى في آسيا وفي الحقيقة يبدو أنه يمثل شكلا قديما من أشكال الحكومة خاصة بالبلدة تاسعا إنها لغرابة مفاجئة يقابلها المسافر الجديد أن يسمع التعليقات التي يطلقها سكان حائل عن حكوماتهم فمن المستحيل أن تتحدث عشر دقائق مع أحد منهم دون أن يؤكد لك أن حكومة الأمير أحسن حكومة بالعالم طبعا لأن الأمير محمد بن رشيد كان محبوب للغاية عاشرا وتقريبا أخيرا يعني أو مختصرا هو العاشر في حائل يعيش الأمير في أبها وله حرس خاص مكون من ثمانمائة أو ألف رجل لهم نوع من الزي الموحد أثواب مبنية وغتر حمراء ومسلحون بسيوف مقابضها من الفضة أتوقع أنه هذا الحرس الخاص أو الكتيب الخاص للأمير طبعا ذكرنا أن حراس الحجاج ثمانمائة حارس وفي عهد الأمير طلال بن عبدالله الرشيد ذكروا أنهم ستمائة حارس للحجاج هذا والسلام عليكم